لسا نكملين معاكم فاكراتنا وزي ما قولنا في المقدمة النهاردة عندنا فاكرة خاصة جدا عن كتاب مبارك وزمانه من المنصة الى الميدان الكتاب للكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل وهو بيمشر على شكل حلقات في جريدة الشروق اعتقد ان في ناس شافت بعض من هزي الحلقات لحد دلوقتي 12 اعتقد اربع اجزاء منها النهاردة معنا الكتاب الصحفي استاذ سليمان جودا حيكلمنا عن الكتاب وعن قرأته للمشهد السياسي في مصر صباح الخير صباح الخير اهلا بحرز المشاهدين ان انا عملت خلط في المقدمة وقلت انه كتاب مبارك وزمانه من المنصة الميدان تأليف استاذ سليمان جودا طبعا هو الكتاب الكبير استاذ محمد حسنين هيكل بعتذر عن هذا الخلط وبداية هل نقدر نقدم فكرة عامة عن الكتاب من خلال الحلقات المنشورة حتى هذه اللحظة والله هو طبعا يعني الكتاب ككتاب لم ينشر حتى الان لكن وبالتالي احنا هنتكلم عن عامة نشر منه ومش عنه كله في الزبط عن حلقات الاثناشر هو واضح من عنوانه انه بيتكلم عن فترة الرئيس السابق مبارك ابتداء من تولي السلطة بالزبط سنة 1981 الى تنحيف 11 فبراير 2011 في الفترة حتى العنوان مبارك وزمانه من المنصة يعني المنصة اللي كان قاعد عليها جنب الرئيس السادات لما قطيل الرئيس السادات في 6 أكتور 81 الى الميدان اللي هو ميدان التحرير اللي ارغم الرئيس السابق على التناحي احنا بينا منصة تولى من خلالها الرئيس السابق الحكم الى ميدان تنحى ايضا بسببه او من خلاله عن الحكم والنزي السابق بدأ بجدل وانتهى بجدل وخصوصا حدث المنصة في جدل كبير جدا بعد المشاهد اللي نشرت من داخل المنصة وانه هل كان لرئيس السابق دور ولا لأ؟ ولا يعني الحكاية دي انا كتبت عنها على فكرة حكاية انه انه كان الرئيس السابق ليه دور في اغتيال الرئيس السادات ولا لأ؟ وفي ناس عندها مبررات وبتقول لهم مبررات ممكن تبقى يعني معقولة او مقنع الحد مالك انا شايف انه الموضوع ما ينفعش ان يبقى الرئيس السابق له دور في اغتيال السادات لسبب وحيد انه ساعة الاغتيال كان مبارك قاعد جنب السادات فما فيش حد يعني لو هنفترض بقى انه مبارك له دور يعني ما فيش دلائل مؤكدة لا لا هنفترض انه مبارك له دور هل من المعقول او منطقيا كده انه حد يبقى متأمر على شخص اخر عشان يقتله وبعدين في لحظة القتل يوعد جنبه طب هو بس يا فاندي الجزية دي يعني يعني انا بس سأل فيها بسبب انه في يناير 81 كان منشور في جارة الهرام كلام عن انه كان تم تحديد اقامة الرئيس مبارك اياما كان نائب وانه كان في مشاكل يعني او اخر ايام رئيس السادات مع نائب الرئيس مبارك هي ادية معروفة يعني فترة سابقة على يناير على كتوبر واحدة من المعقولين في جنب السعود كان في مشاكل مع النائب حسن مبارك ووصلت الى حد بس طبعا كانت خلافات ونميمة اجهزة يعني كان في ضرب اجهزة مع بعض وناس كانوا لانه في وقت حصوص الزيارة الاخيرة للرئيس مبارك للولايات المتحدة الامريكية وانه في مقابلات تعقدها بدون علم الرئيس السادات مش دي ساب الاساس انه كان فيه انه جيه وقت من الوقت الرئيس السادات ادى النائب حسن مبارك اختصاصات اتأكد تكون اختصاصات رئيس جمهورية انه كان مسؤولا عن جميع جهزة الامن ومخابرات وامن الدولة وكان نائب ونائب الرئيس حتى انه اعطى تعليمات بانه اي شيء يدخله او لازم يمر على النائب حسن مبارك فده يمكن اثار الطبقة او الناس المحيطين بالرئيس السادات الماحي اللي هو كان رئيس المخابرات فده يبقى لك انه في ذلك الوقت الشهور السابقة على قتل الرئيس السادات كان هناك مكائد مكائد القصر اذا كان صحة التعبير ضد النائب انتهت بانه تقريبا الرئيس سارجي عليه وقته جرد مبارك من اختصاصاته وكاد انه يضع نائب تاني في مكانه وقيل وقتها انه كان المرشح الطبيعي لهذا الموقع هو السيد منصور حسن يعني كلام كتير بيقول عن عن هذه الفترة وعن دور النائب في وقتها حسن مبارك وعن زين السادات بايس سادات فكر في انه يشيله او يحدد صلاحياته او يقلص صلاحياته انما هل ده هو السبب في انه يجعل لمبارك النائب دور في اغطيال الرئيس السادات انا برضو يعني بلجأ الى حتة منطقية جدا اذا كان لي دور من الطبيع انه هو يغيب عن المشهد في هذه اللحظة لانه احتمال انه يقتل معاه وارد جدا ما فيش يعني واحد قاعد ملاسك لرئيس السادات وفيه وصاصة هيدرب على الرئيس السادات فهل اللي هيدرب ده ما فيش احتمال واحد في المية انه يضرب النائب معاه ويدرب ابو غزالة اللي هو كان وزير دفاع فانا مش مصدق او مفيش حتى لان قدلنا كافية حول القضية دي هتكون وجهات نظر لان مفيش اي شيء مؤكد من ناحيةها وليست هناك دلائل تؤكد انه كان ليه دور وطبعا احنا عارفين ابنة رئيس السادات راحت المحكمة وباللغة كتير للنائب العام لكن حتى الان ما يثبت شيء في هذا الموضوع خلينا نرجع للكتاب مرة تانية اقول كتاب مبارك وزمانه من المنصة للميدان اسم الكتاب شكله فيه رصد للاحداث او للاحيات مبارك لتلاتين سنة الاخيرة وتوسيق ليها لكن الشكل اللي طرح بيه الكتاب محمد حسنين هيك طرحه بشكل تساؤلات هو نفسه كان بيسأل نفسه يعني اسئلة كتير جدا في عهد مبارك فكتبها بالشكل ده حداك شايف ان الاسلوب ده يعني الاسلوب اللي هو اختاره الاسلوب الصحيح او الاسلوب اللي هيوصل للناس دلوقتي ولا هتحسس الناس ان الاراء حسنين هيكل هنا من وجهة نظر وهو مش توصيق لعهد مبارك ما هي طبعا في البداية والنهاية وجهة نظر الكاتب سواء هو هيكل او غير هيكل لكن يعني اخشى انه يبقى هذا الكتاب كما انتقم هيكل من قبل من رئيس السادات بكتاب خريف الغضب يأتي لي انتقم من الرئيس السابق حسني مبارك بكتابه الجديد مبارك وزمانه من المنصة الى الميدان انه واضح من الفصول التي نشرت حتى الان انه هناك رغبة في الانتقام من حسني مبارك بأي طريقة انا طبعا ادافع عن الرئيس السابق انا بكلم عن ما نشرت حتى الان الفصول اللي هي بين ايدينا المادة اللي موجودة بين ايدينا ونشرت في اكتر من صحيفة ومنها صحيفة الشروق فلكن اولا الاستاذ هيكل بيروي وقائع في الكتاب اطرفها كلهم اما غائبين وعاجزين عن الرد او ماتوا وده برضو المشكلة اللي بيعاني منها طول حياته انه يروي وقائع لا شهود عليها واذا كان عليها الشهود هل يلقى الشهود اما انهم ماتوا او عاجزين عن الرد يعني مثلا الرئيس السابق هل الوقت يقدر يرد على هذا الكلام يقول ان هذا صح او غلط لا يقدرش فهيكل بيقول انه بعد ما خرج عارفين انه هيكل كان محبوس في وقت سبتمبر 81 كان رئيس سادة حبس 1536 واحد قبل مقتله بايام هو بقول لما خرج بعدها باسابيع تلقى مكلمة من مدير مكتب الرئيس السابق مبارك وقال له انك انت معزوم على الفطار مع حسن مبارك ساعة 8 بكرة وقتها يعني فبول ان اللي بلغني بهذا الكلام هو سكرتير الرئيس السابق له جمال عبدالعزيز اللي هو محبوس زباة ما قدرش يرد برضا يعني لانه حتى هو بيقول بينك وسين كده واظن انه جمال عبدالعزيز يعني هو حتى مش فاكر مين اللي كلمه عشان يهزمه على الفطار مع الرئيس السابق بس كتابة فاندم حسب ما فهمنا انقسم لقسمين يعني الاول عن مبارك والتاني عن الارشيف الخاص بهيكل نفسه بما فيه من اوراق وصور وخصصات من الجرائد ما عشان بتكلم على ان فيه وقائع محددة في الكتاب انا بتكلم على اللي شفته لانه الكتاب كله احنا شفناه لازم نتكلم عن حاجة احنا شفناها ومسكناها بادينا انما لسه ما طالاش بالكتابة لاش نتكلم عنه فالواقع بيقول انه يعني اليوم السابق على اليوم اللي هو كان هلاب فيه دعوة الافطار قبل اتنين اسامة الباز وكان مستشارا سياسي للرئيس السابق مبارك ومنصور حسن وقال انه هو سأل الدكتور اسامة الباز وقال له يعني ان انا عندي بكرة افطار مع الرئيس مبارك وانا يعني شايف ان بعض الناس بيصفوه بانه البقرة ضحقة واللي بيصفوه بهذا الوصف يعني هم مش على حق اول لانهما مش فاهمينه وده تبسيط اول لشخصية مبارك لانه اعقد من ان يكون بقرة ضحقة بيقول هذا الكلام فبيقول بقى انه الدكتور اسامة الباز رد عليه وقال له طبعا ده كلام صحيح وانه مبارك مش بقرة ضحقة وانه انا بنصحك انه لما تروح بكرة تفتر معاه ما تتكلمش في قضايا فكرية او نظرية لانه هيسرح منك ومش هيفهمك حتى لو حاولت تشرح له مش هيفهمك طبعا يعني اولا دكتور اسامة الباز حاليا ربنا يشفيه ما اداش رد على هذه الواقع اقول ده صح ولا مس صح نمرة اتنين هل نتصور انه واحد السيد منصور حسن موجود طيب هو حتى لمجاه بمناسبة السيد منصور حسن يعني هو كان ليه دور ارتفع شوية قبل قبل مجيء الرئيس السابق وبعد كده اختفى خالص في الفترة لا وعلى فكرة يعني منصور حسن بيتوري الطرف في هذه الواقعة لما جاء عنده الاستاذ هيك قال انه هيك انه منصور حسن ما قالش حاجة في الاعداء مع انه يعني منصور حسن هو الوحيد اللي قادر على ان يرد لو نصب اليه شيء قاله يعني يقدر يرد فهو حيده في هذه الواقعة نمرة سنسنة شارك عليك اه انما هل احنا نتصور انه دكتور اسامة الباز اللي كان مستشار سياسي للرئيس السابق عسن مبارك يقدر في اعداء يوصف الرئيس السابق بانه ما بيفهمش وانه استيعابه قليل وانه ما تتكلمش معاه في اضايا فكرية ونظرية لانه مش هيستوعبها يعني هل عقلا كده يبقى واحد مستشار الرئيس السابق ويقعد في اعداء هو عارف انه ممكن جدا تتسجل وتوصل الرئيس السابق او يبقى بطريقة ما الكلام اللي هيتقال في الاعداء هيوصل هل اسامة الباز يقدر يعني يقول هذا الكلام في اعداء وبعدين لم يجبه الاستاذ هيكل ينقلو عنه دلوقتي هو عارف انه الدكتور اسامة الباز دلوقتي برضو ما يقدرش يرد على هذه الوقاعة لأسباب صحية فكل دي وقعة وفي وقعة اخرى قالها برضو اطرافها مثلا في وقعة في السجن فيها اخترافين فؤاد ساجدين باشا رئيس زعيم الوفد السابق وده مات فاتح رضان وده مات ايضا فالوقاعة كلها اطرافها اما انهم ماتوا او انهم عاجزين على الرد لأسباب صحية او لأسباب انهم في الحبس او في السجن دلوقتي فيعني انا لا اشك في الوقاع وانما يعني عايز وقاع اولا تدخل الدماغ الواحد يقتنع بها لما يقراها ونمر اتنين يبقى الاطراف الاحياء فيها يقدروا يرد وقولوا ده صحيح ولا غلط يعني خلينا نقول ان ما فيش حد او فيش شخصيات او احداث ممكن تصدق عليها دلوقتي لا يعني الواقع يعني احنا بنسمعها من خلال يعني يعني الطرف الطرف اللي برويها هو الطرف الوحيد اللي قادرين نتكلم معها لكن باقي الاطراف اما غائبين تماما اما بالموت او بالعجز او لأسباب الصحية او لأسباب اخرى تجعلهم ما يقدروا يشهرد طب بعيدة عن المواقف اللي بنقول ان هي يعني ما فيش اثباتات واضحة كده عليها ايه المواقف الاخرى اللي استوقفتها دايك وما فيش جدل عليها بس هي بتطرح لأول مرة او بيطرحها هيكل لأول مرة ما هو يعني لسلنوش من الكتاب هتردت اربع فصول اربع اربع انا توقفت عند الوقع دي ووقع السجن اللي هو كان فيها ايضا هو وفاد سلج الدين باشا وفاد حردوان ثلاث اضراف في وقعة قيلة لهم وقتها داخل السجن انه كنت عليكم انك تكتبوا خطاب مبايع للرئيس الجديد وتؤيده انتخابه ده حتى غريب يقول انتخابه معروف ان الرئيس ما كانش بانتخاب فلا ده كان استفتاء على الرئيس يعني هو في واحد تمامين جرى الاستفتاء على حسن مبارك ولم يتم انتخابه حتى 2005 اللي كتأول الانتخابات الرئاسية فغريب انه يقول انه راح لهم حد يقول لهم ايقضوا انتخاب الرئيس الجديد ومعروف ان الرئيس الجديد لم يكن ينتخب وانما يجري استفتاء عليه وحتى بغض النظر عن ديت احنا بنتكلم عن وقعة برضو طرفيها فيها ثلاث اطراف الاستاذ هيكل وده اللي بيروي الوقعة المرة اتنين فوات سراج الدين ده توفى فاتح ردوان توفى اذا الوقعة الطرف اللي هو حتى راح يقول لهم اكتبوا خطاب مبايع للرئيس السابق مبارك اللي هو كان وقتها لسه يعني يكاد على ابواب الحكم فاللي راح قال لهم هذا الكلام ما بيقول شو مين عشان يقدر نتأكد يترى هذه الوقعة حصلت ولا ما حصلت شي يعني وقاعة كثيرة من هذا النوع تجعل القارئ لهذا الكتاب لا بد ان يستخدم عقله اولا واعتقد ان القارئ يعني الطبيعي يقدر هو بيقرأ يميز يعني لا يميز بين الوقاعة اللي هي ممكن تبقى منطقيا معقولة او الوقاعة اللي تجد فيها مبلغة فممكن يستبعدها من السياق اساسا طب استاذ سليمان الرئيس السابق عليه جدا بس طبيعي جدا لما شخصيات وحكم بلد لمدة 30 سنة بخبضة من حديد انه النهاية بتاعتها ما تبقاش متوقعة لكن هل اللي حصل في 25 يناير ده كان متوقع خصوصا بسبب العشر سنين الاخرانيين وما حدث فيهم من محاولات توريس والتجهيز فعليا للتوريس هل تشايف المشاهد المتعاقبة دي منطقية وانها منطقية انها ابتدت باختيال وانتهت بخلع من الاراكورسي نهاية لم يكن احد يتوقع على الاطلاق حتى الان الجدل في الولايات المتحدة الامريكية انه جهاز انه الـ CIA اللي اكو جهاز مخابرات في العالم او يقال عنها ده لم تستطع ان تتوقع ما سوف يجري في 25 يناير السنة الفاتر حتى هنا في داخل مصر يعني احنا لما عدنا مع كان لواء عمر سليمان رئيس الجهاز المخابرات السابق كان دعا رئيس التحرير الى لقاء قبل تنحي رئيسك بايام قليلة يعني حوالي يوم 7 فبراير 8 فبراير في رئيسة الجمهورية وقال يعني سألنا يوم هل انتم توقعتم ما كان سوف يحدث في 25 يناير قال ولا احنا كنا كغيز مخارط متوقعين انه تخرج مظاهرات لم ولكن لم نكن نتوقع انه بهذا الحد وقال احنا كان تقديراتنا انه هيبقى في حوالي 100 ألف واحد هيخرجوا في مظاهرات سواء بقى في ميدان التحيير او في باقي ميدين الجمهورية وطبعا حتى لو يعني لو افترضنا انه التقديرات ديت 100 ألف 100 ألف دول ما هم شوية ده كان 100 ألف قادرين على اسقاط مظاهرات يعني المظاهرات السابقة على 25 يناير او الاحتجارات الوقت الصمات كان فيها 1000 2003 45 كتير نعم في تقديرات لدى جهاز المخابرات بانه في 100 ألف واحد متوقع ان يخرجوا في هذا اليوم اللي هو 25 يناير 2011 فيبدو انهما كمان مخدشوا الموضوع على محمل الجد او يعني 100 ألف ده اقصى انها مظاهرات زي اي يوم مظاهرات حصلت قبل كده ومن السهل انها تتفض من تلقاء نفسها او الجهاز الامن يتعامل معها انما ما اعتقدش انه اي جهاز لا داخل البلد ولا خارج البلد استطاع ان يتوقع حجم ما حدث يوم 25 يناير ثم تدعيته الى 11 فبراير وصولا الى 11 فبراير عندما تخلى رئيس سابق عن الحكم ويمكن ده لانه يعني الادوات التي جار استخدامها في التجهيز ل25 يناير الادوات كانت غير تقليدية اللي هي ادوات التواصل اجتماعي اللي لم تكن معتادة في ذلك الوقت وما كانش كمان ما كانش فيه كمان حتى الان يقول لك اللعيب الاساسي او من بين عيوب ثورة 25 ان هي بلا قائد والبعض جار انه حتى العيب ده ميزة في حد ذاته طهرة سياسية لانه لو كان فيها لها قائد كان جار اعتقاله وانتهى الموضوع لو فيه قائد معروف للدعوة الى هذه المظاهرات قبل 25 يناير ما اهم مميزات الثورة حتى كان من السهل بتعاون معهم وتم اختطفهم واخلصنا انما يعني بمثل ما يقال انه من بين عيوب 25 يناير ان هي ليس لها قائد او قادة معروفين فهذا الامر زي ما هو بتقال على انه البعض براء انه ميزة وده اللي سهل اولا انه محدش يتوقع حجم ما سوف يحدث انه محدش استطاع ان يغهد الفكرة قبل ان تتحقق على الارض خلينا نقول انه لو صارت 25 يناير كانت متوقعة حتى لو كان حجم المتظاهرين فيها كان يعني يفترض انه يكون اصغر بكتير ولا كانه يعني حجم تطلع في الاخر كبير جدا يعني ملايين ظهرت في الشوارع وفي الميادين وفي حالة 25 يناير خلي الارقامة في فكرة وسط تزايد قد عدم القدرة النظام السابق على التعامل مع مطالب المتظاهرين بالضبط وفي النهاية خلاص يعني اسقاطة نظام ما بعد 25 يناير لو سألت حركت قراءتك ايه المشهد السياسي اكيد حيبقى يعني كلام كتير جدا بس خلينا نتكلم على النتائج اللي وصلنا لها بعد السنة من 25 يناير الا 30 يام سنة الا 30 يام نهضة 22 22 يعني الاربع اللي جاي الزكرة الاولى للثورة لكن قلنا نتكلم في اهداف الثورة اهداف الثورة انا شايف انها لم تتحقق حتى الان يعني الثورة عندما قامت معروف ان ثورة يوليو كان لها ست اهداف مشهورين ثورة 25 يناير لها ثلاث اهداف اللي هي الحرية التغيير عدالة اجتماعية لو ركزنا حتى على مطلب العدالة اجتماعية على مدى سنة حتى الان لم يتحقق منه الحد الادنى لانه الناس الفئات المظلومة اقتصاديا او اجتماعيا قبل الثورة كانت بتتمنى انه لما تقوم ثورة يقدروا وضعهم يتعدل او يتحسن قليلا بعد الثورة ده ما حصلش غد ولا تم حسن محاكة الرئيس السادس وحتى على المستوى السياسي يعني انا نظن انه من من يوم 19 مارس اللي فات اللي كان الاستفتاء اللي اعقابوا على طول الاتفاق على انه يبقى فيه انتخابات برلمان ثم وضع دستور ثم انتخابات رئاسية الترتيب طبعا احنا مشينا غلط او بالمعلوم على عكس الدول التانية واهمها تونس وكانت النتجة ان احنا وصلنا الان الى برلمان الثورة اللي هيفتتح بكرة وهذا البرلمان مش توهر اعلاميا بانه برلمان الثورة في حين انه اسم على غير مسام لانه الذين قاموا بالثورة ليسوا ممثلين في هذا البرلمان ومنونه بيحمل اسم الثورة طيب استاذ سليمان بس ختاما لكلامنا عشان فاضل تقريبا اقل من ديها وفيه فقال عاوز اسأله لحضرتك حضرتك شايف الوثائق اللي معتمد عليها يعني سبنا من الحكايات الكلام المرسل في كتابه استاذ محمد عسنين هيكل بالنسبة للوقائع والوثائق هل في جزء منها يتماشى مع ما يصدر في ويكيليكس لانه ويكيليكس عاملة جدل كبير جدا لانه بيتم النقل عنها وتحوير الكلام فهل المصادر اللي في ويكيليكس هل بتلخي نوع من المصداقية على كلام اسأس عسنين هيكل ولا بتختلف معها لا يوكيليكس حاجة المصادق أو الوثائق اللي بيعتمد عليها الاستاذ هيكل في الكتاب وحاجة تانية لانه بالمناسبة هي بتنزل يعني هي منزلة البركات السرية للسفارات الأمريكية حول علامة ومنها السفارة الأمريكية في مصر لا هو الوثائق بوسائله الخاصة بيستطيع ان يحصل على وثائق ليست مع غيره يعني هي وثائق خاصة به لكن برضو ما أقدرش أحكم على حجم الوثائق أو مدى دقة أو صحة الوثائق في الكتاب الجديد الوثائق إلا بعد أن يصدر ونرى الوثائق مع بعضها في السياق واحد إنما حتى الآن بنتكلم عن لأن الفصول اللي نشرت ما نشرتش وثائق نشرت كلام مرسل حكايات وقائع مروية ونحكم على الوقائع اللي أراناها منسوبة إلى صاحبها هل هي صح ولا مصح أو دقيقة أو غير دقيقة ده كله يستطيع نقوله لما يبقى في كتاب في إدنى يعني إراءة من الغلاف إلى الغلاف ونقول في الوقع الفرنية المحتملت التصديق وممكن تكون حصلت الوقع الفرنية كاذبة ووقع خيالي ما تنزل حلقات كاملة لا وككتاب لما يتكلم على كتاب ككتاب كتاب له بغلافين نقدر نقراه ونحكم على ما فيه من وقاع أو حكايات أو روايات أو تاريخ أو وثائق أو غيره مادة مادة في كتاب نقدر نحكم عليها برلمان الثورة اسم على غير مسامة أنا أعتقد أنه البرلمان الحالي اللي هو يفتتح بكرة ده بروفة برلمان يعني أعتبر نفسنا أنها قدام بروفة لبرلمان البرلمان اللي جاي بقى الله أعلم سيبقى إمتى لأنه فيه كلام أنه الرئيس المنتخب في 30 يونيو في 1 يوليو اللي جاي هيلجأ إلى حل مجلس الشعب والشورى وإجراء انتخابات جديدة وابتالي نبقى في الوقت ده على الأقل شباب الثورة الذين قاموا بالثورة أمامهم فرصة لأن إما أن ينتظموا أو يدخلوا أحزاب قائمة أو يشكلوا أحزابهم الخاصة هو ده احتمال يا فندم واحتمال أنه يستمر لبرلمان حتى نهاية نهاية دورة لكن يعني وهيبقى قدامنا دليل لو الميدان التحيير أو لم يهدأ اتداء من بكرة والأيام اللي جاية هيبقى هناك خلل لأنه المفروض أنه المطالب التي يرفعها شباب الثورة في التحيير يتبنىها البرلمان ويحققها بحكم أنه برلمان الثورة إذا لعينا قدامنا لعينا أفسنا قدام برلمان وميدان والميدان يكاد يكون ظاهرة موازية للبرلمان هيبقى يبقى الخلاصة أنه البرلمان ليس معبرا عن الثورة التي قامت في 25 يناير 2011 أستاذ سليمان جودة كتب الصحفي بشكر حلاك جدا على جودة معنا نشكرك نشكرك جدا يا فندم ومشاهدين أنا نحب نفكركم أنه بردو اللي ملحقش يشوفنا ياريت يشوفنا على اليوتيوب بتاعتنا أو يتواصل معنا على تويتر أو على الفيسبوك نهارك سعيد في كل دول دي كانت حلقتنا نتمنى نشوفكو بكرة على خير مع فريق عمل جديد نشوفكو على ألف خير ونهاركو دايما